أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير مسارات التعاون للدفع بالعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين نحو آفاق أرحب لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادت السيد بياباك سيرتشاورين السفير مملكة تايلند بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين لافتاً سموه إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك والبناء على ما تحقق في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم متمنياً للسفير التايلاندي التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يعزز أوجه التعاون على مختلف الأصعدة تحقيقاً لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يليه من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة تايلند متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر